السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللام يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة سوبر ديزاد آخر تصريحات تعبون جاحوا بليلي وين يردان على التصريحات اللاعبين تونس قبل المباراة يعني بسويعات كما نقولوا احنا في التدريبات التوحم تعلامس وين داروا تدريبات استخائية يعني من أجل يتمام رتوشات صغيرة ووضع نقاط على الحروف احنا نعرف بلي الخطة عن دار التهناية في سرية تامة في تونس تكون وضع نقاط على حروف بعض النقاط بعض النقاط واحد الحروف خاصهم نقاط حطوا زوجلة ثلاثة باش تكمل ايو وان شاء الله اليوم كما يقول لك عثمانية ونصف تكون مباراة يعني مباراة اللي غد يتكون في القمة مباراة اللي تكون في صالح الجزائر يعني وين تكون في صالح الجزائر وين بنجحوا بليلية يردان على تصريحات لعبين تونس قبل مباراة الودية وحنا هذين نعتبروها مباراة ودية ما نعطوهاش اهمية كبيرة هي مباراة ودية بيطابع ديربي يعني وين اكتشوا الاعلام كيفاش يخدم اكتشوا الاعلام كيفاش يخدم باطل الاعلام كيفاش الاعلام يهول كيفاش نور معلو الله متسمعك مشي ما متسمعش ليه يبغيك ورد قادم يتفرجهاك ها ساكتو صحيح حنا الاعلام هو اللي يروح وشانكي واش الاعلام تعتونس وين رأى عند اللعابة اه واق قالوا شت محرز قالوا استهزاء بن ردنا اطليتيكو جوا عننا احنا اليكو استقالوا اليكو استداروا احنا المهم مباراة تبقى مباراة ودية يعني انا نشوف باللي المنتخب الوطني غادي ندخلوا التوانسة مدقيقة 25 وروح غادي ندخلوهم في حصة تدريبية اعنات بلي كما يقولك نشوف باللي المنتخب الوطني ما لاش نستهزئوا بالفارق بالمنتخب التونسي لكن الوارق يعني النجوم اللي عندنا وين نشوفوا باللي تونس وين غادي تبحث على نفسها في هذا المباراة غادي قادوا يحوسوا على روحه حتى باش تشوف المنتخب الوطني مليح كيفاش يطلع الريتم العالي الضغط العالي نحن نعرف كيفاش عنا واحد السيستم يلعبوه يعني كما نقوله نحن يا تريونغ هذا تريونغ هو اللي يزيد في الريتم وين تريونغ هذه الخطة تريونغ وين ما تنجب ستلعبها شوط كامل ولا مباراة كاملة تلعبها ما تلعبها في مدة خمس دقائق عشر دقائق تضغط بها مباراة تلعبها بعد تعاود تلعبها في البرمير متر تلعبها دو فو بالصح متفارقين تلعبها نقوله حنا يا مربع ساعة حتى الـ 20 دقيقة الـ 22 دقيقة تلعبها من 35 دقيقة حتى الـ 40 دقيقة كما هكا تلعب كما كهذه تريونغ وحنا ندعب الناس الذين هل تعرفوا وأنهم يستعرفوا ونحن فعلوا يستهزق تلعب علم الآيوئ من الأول التي تلعبت عايةكس تلعبت ريال مادريد ويليمينات ريال مادريد في سانتياغو دعاق عايةكس حتى الـ 47 دقيقة كما هو رستطل استبقتها هما كانوا يقرأوا عليها وانا استبقتها في آيابس وين عاودوا نقولوا نتكلموا وين أكد نجمان المنتخب الجزائري بغداد بن جاح ويوسف بليلي جاهزيتهم لمواجهة المنتخب التونسي والتي تعتبر آخر مباراة ودية في هذا المعسكر لأبطال إفريقيا والذين كانوا قد لعبوا وفازوا على موريطانيا بربعية وعلى المالي بهدف يتيم الأسبوع الماضي بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بمدينة بوليدا وحضر مراسيم لتغطية تدريبات المنتخب الجزائي يوم الأربعاء وهناك شدد مهاجم السد القطري بغداد بن جاح على صعوبة المباراة التي تنتظرهم بملعب رادس أمام نصور قرطاش إلى أنه أكد جاهزيته هو وزملائه لتحقيق الفوز لا نرضى إلا بالفوز يودي مركي إذا كنت نربحه إنت مركي وإحنا نربحه بن جاح برحمة الوالدين يجيك اللقطة أنا أريد أنا أريد اللقطة لأولاد مركي والله لأني أريد الأوكازيون لأولاد مركي شوف إحنا رأنا نقول بلي تونس غادي ندخل بالصحي لأولاد تونس كانوا ملاح غادي تشوفوا كيفاش في مباراة كبيرة أريد أن تجيك زوج لقطات ما تزيج زوج لقطات ثلاثة ما تزيج تشوفوا نجح ذيك خطرة لنهلي لعب كونت المالي جاتوا لقطة واحدة تعبر رأس جاتوا لقطة واحدة برأس ومضربها شمليح هذا مكان مهرج جاتوا لقطة مركي يعني هذا الفورص مباراة كبار ما يجوكش فورص بزيب ما يجوكش فورص بزيب رأني نقولكم كاش فورص بزيب كينزوج فورص ما تزغط عندك ثلاثة فورص أنا أقول لك ديك لقطة مركي كي ما نرسيني قال فينال طلعت هودت ومورها مكان والو من نشاف علي باش يكون على بالكم وإن يقول بغداد منجح في تصريحاته مباراة تونس هي بمثابة ديربي ربنا صحيح في مباراة صعبة لكننا سندخلها بكل عزم وإرادة لتحقيق الفوز ولدينا كل الثقة بذلك نحن نحاول تقديم الأفضل ما لدينا لأن هذا سر نجاحنا والنتائج الإيجابية تتكلم على ذلك وتبع منجح الذي سطع اسمه مع نادي السابق النجم السحلي بالدور التونسي حيث أضاف الديربي يلعب دائما على جزيئات صغيرة مزيارة على بالك والمنتخب الذي سيكون مركز سيفوز باللقاء وإن شاء الله سنكون جاهزين للتحقيق الفوز لا يهمنا إن كانت لا يهم إن كنت سأسجل أو لا المهم أن نبذل كل مجهوداتنا لمصلحة المنتخب الوطني أما يوسف والذي تعلق كثيرا بدوره في الدور التونسي مع فريقه السابق التارجي فيرى أن تصريحات اللعاب المنتخب نصور قرتاج ستزيده وزملائه قوة وحص للفوز بهذه المباراة رغم طبيعة الودي والتي عدم خسارة فيها سيجعل المنتخب الوطني ينفرد برقب قياس إفريقي في مواجهات متتالية دون خسارة ويقول يوسف بليلي تصريحات اللعب منتخب التونسي ستزيدنا قوة وحماس للفوز بهذه المباراة نتمنى أن نكمل نتائجنا الإيجابية والإفراح الجماهير الجزائرية وتحقيق الفوز مثل ما كان الحال في مبارتين موريطانيا والمالي وأضف بليلي قائلا المنتخب التونسي منتخب قوي ويلعب كورة جميلة صحيح أننا لعبت لسنوات في تونس لكن ذلك لا يعني أن المباراة خاصة بالنسبة لي فقط بل لنا كلنا لأنها مباراة بطابع داربي يعني وإن لدينا كل كبيرة وسغيرة لكي نفوز على المنتخب التونسي وإن لدينا النظرة الكافية وسوف نتعامل مع هذا سوف نستعملها في هذه المباراة إن شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب نحوس نحوس تقدموا مباراة كبيرة وتفوزوا كما يقولك بالآداء والنتيجة خاص ديفوا تسيب منتخب البح بدون قاناعة نضربك نحوسوا كباش نفوزوا ما يدخلش ذلك الفيريس تعال خسارها باغي على باغي نقول الله يجعل نربحوا على باش من دخلوا دخلوا في الكريم كاسون دخلوا بنية سوف نفوز مكاش علي تعال رنم بلك رنم مليين بلك رنم هودين بلك لا لازم تكون عندنا نية تعفوز وفقط كما راحوا الطيارة الضحك اللعب مقسرة ناس رايحة مقسرة نور مال مكان ولا أنا ديك نحوسوا كباش بأي طريق المنتخب الوطن بأي طريق المنتخب الوطن حوسوا كباش بأي طريقة لازم يكون إن شاء الله برب يكون الفوز مقنع بالآداء تشوف كباش تربح والآداء التيعك هي الفوز مليح وتشوف الآداء التيعك ما تسرناش كما نهار المالي وما نغلطوش تونس ستة ما لعبوش كونتر طوغو خلينا من المساكني كلش قا تسرنوا كما احنا تدخلوا دوزيان ميتون باش ولنا الملكو تيدخلوا هكاللعاب يزغدوا باش نقول احنا الحمد لله يا ربي عطال والله قدمل والناس والله يعني تكون كينة يكون كينة نوى في اللعب ان شاء الله يكون كينة نوى في اللعب هذه اللي نتمنوها ان شاء الله ونتمنوها الخير لبلادنا احنا نحوص على بلادنا ترجمة نانسي قنقر